اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما حسين الفرق فهون هل هالشي بأثر على الدماغ وين على الدماغ درسوا انه هل هالاشخاص اللي اخذوا في البونول سيكونوا اكتر الارت اكتر رح يستوعبوا الاشياء بسرعة اما يكونوا عارفين شو في حواليهم بطريقة اسرعة طبعا الجواب كان ايه هل هون رح احكي انا على التفاصيل الحلو بهالدراسة انه هي دراسة بس الارتنس انه احنا كيف هيك نكون نستوعب الاشياء بسرعة تاني شغلة هالدراسة عملت على اشخاص صغار بالعمر فاذا هون عملت بين 18 والاربعين سنة ديجال الصغار يمكن ما عندهم بروبلم هلا حلو كتير الجواب لانه باخر الدراسة بيتبين هون رح روح على الاخر كمان قبل ما ارجع للتفاصيل الاشخاص اللي ما كان عندهم بروبلم اذا عطيتهم فلابونول زيادة اما لا اذي وير اوكي بس الاشخاص اللي هنه وفي منهم كانوا يونج اوكي وتأثروا كتير ايجابيا بالفلابونولز فهول الاشخاص بعد ما هنه شربون كاكاوو شو عملو عطوهم حطولون تاربون دايوكسايد اللي هو نحنا منتنشعون بنقول الموجود بالهواء وكترولون اكتر مما مناخد بالهواء فهون اللي صار انه لازم يجي اكسجين يحل محلون بالدماغ فلياخدوا الفلابونولز ضغري الاكسجين كان اسرع اجا حل محلون وقت حل محلون الاكسجين دماغ كان واعي اكتر والألورت اكتر فهوني لاحظوا قديش مهم هالفلابونولز هيدا واحد مش هكي عم قليك انه لكتير من هالاشخاص ولكن بعض منهم كان الاكسجين كتير عالي عندهم بجسمهم بطريقة اللي هي كتير مزبوطة فما تأثروا فيه هلا اه الكاكاوو كتير مهم والكاكاوو هو اهم من الشوكولات لانه لا فيتلو سكر ولا فيتلو حليب ولا فيتلو هوني الزبدة بس نحن بس بدنا نشرب كاكاو بدنا نزيد نزيد موظموط وما بتلغي هالشي ما بتلغي اذا حطينا نحن حليب ما بيلغي الفلابونولز هلا فلابونولز موجودين كمان بالشاي هني موجودين بالعنب موجودين بالاشياء الملونة بالبرز ودايما اذا اننا خضرة فويكة ملونة رح تكونوا عم تلاقوا فيها فلابونولز فخلينا نكون عم ناخدهم يوميا لانه هالشي عم جاد بكون عم يعطينا أليرتنس ايه وانه هيك نحس حالنا عبكرة لازن نشرب كاكاو بدل القهوة ايه مش غلط او قهوة وكاكاو هادي انا انا كاكا هادي انا نرجع لموضوعنا عن الوي بروتين هو مصل البروتين مصل حليب مصبوط فإذا الوي بروتين بدي احكي عن كذا شغلي وعن شو هيق الأبحاث دايما سؤالي هالهو بس بنسأله منيح أما منه منيح قسطان ليلي بيعملوا كتير سبور على أكيد فإذا الوي بروتين بالأصل نحنا بالحليب في عنا مصل للحليب بنقول له وي فبالحليب في عنا الوي والكزيين هن بروتينات الحليب وقتا نحنا نكون عم نجبن هالحليب عم نعملوا جبنة بدل فيها الكزيين بيطلع الوي لبرة فهيدا هو المصل اللي هو مصل للحليب اللي هو الوي بيرجع بعدين بيشلوه بيعملوا باودر ينكب واللي هو هالقد غني بالمواد الغذائية ساري نعمل باودر وهيدا الوي ولكن مشكلة الوي اللي بنشوفه ستيفاني بالسوق هو من مصل الحليب في عنا وي بروتين هلأ معمول من البازلة في عنا اللي خصوصا للفيجينز اللي ما بدون ياخدوا أبدا حليب وخصوصا لللي بيديقوا منه هلأ رح احكي كمان لكتوز انتولرنت بيبل في عنا معموله من السويا وفي عنا وي حتى بتشوفه بقلبه معمول من الاشياء النباتية وبيدخل منا البروتينات القليلة اللي هي موجودة بالبطاطا وبالرز الأصمر يعني حتى رح نشوفه منوع هلأ للوي كتير مهم نحنا وقته نشتري اللي بدو يشتري علبة الوي يكون عم يقرأ بقلبه لا يعرف من شو معمولها الوي ولا ينتبه انه اذا في كتير اضافات هيدا الوي نحنا ما بدنا يمتب الوي بروتين عم نشتريه علب اوكي اول شي بدو قلكن هو ما انه اف دي اي ابروفت جمالا كان بدي قليك شو دوي تراست يعني ما بنعرف شو فيه بالعلبة فاذا هن الاف دي اي بقلولون للشرك انتوا مسئوليتكن انه تحطوا وتكونوا عم تحكوا بصراحة وهون مشان هيك ستيفاني وقته واحد بدو يختار ساعتا بدو يختار الشركة اللي هي شركة بنقول انه كتير مرتبة لنقول وواسئين منه هيدا واحد اوكي هلا الشكل التاني شي بخوف شكل التاني الدراسات كتير هل انا عملت هل فيه توكسنز مواد معقول تكون سامة موجودة بقلب هال هالوي العلب اللي عم ناخدها والدراسات ان عملوا على 130 نوع توكسن وقته اقول توكسن يعني منقول اذا فيها رصاص اذا فيها زقباق اذا فيها الكادميوم كل هالاشية اللي هي البستيسايدز اللي بينحكى عنهم هل هن موجودين وفي عنا بشرك يعني كانت معروفة طلع فيه بقلبهم تقريبا 42 نوع من التوكسنز موجودين هلا التوكسنز خصوصا اذا كانت عم تتاخد نباتية لانه هيدا التوكسن قردي هو موجود بقلب التربة بيكون فاني مش انه يعني هي موجودة او بسقاية او بالتربة اما هيك فاوقات فيها تكون عم تتجمع هيك كمين شغلية بدنا نكون عم ننتبه له قلت انا بدي بلش لنبه لها الاشياء فاذا هول شغلتين هلا من هوني بدي كمين احكي عم بحكي positive negative بس انا لانه عم ضوي كل القضوية على الوي بروتين الوي بروتين نحنا هوني عم ناخده ليش لانه هو مركز بالبروتينات وفيه كل الامينوأسد الاسيد الاميني للشخص بيحتاجه الاسنشل هلا مين عم ياخد وي بروتين وي بروتين نسمع الرياضيين بياخدوه هلا لح نحكي منيح ما منيح وقديش نسمع اوقات اشخاص هن عندن ضعاف كتير وابدا ما بيقدروا ياكلوا عندن مرض معين يمكن كانسر يمكن اشياء تاني ما بتخليون يقدروا ياكلوا ابدا كمين بيعطوهن هالوي بروتين فاذا هولي اشخاص فيه ناس بياخدوه لينقصوا وزنون فيه ناس بياخدوه لانه سامعين اما اريين انه هو بيشتغل بنقص كوليستيرول بيوطي الضغط بيوطي السكر هلا اللي عميون سليف كمان لما ما يقدروا ياكله كتير كمان هون فاذا هولي اشخاص بياخدوه هلا كمان لانه فيه دراسات طلعت انه هو منيح للجلدة منيح كرمال الصدفية فيه دراسات بيانت انه هو منيح لجهاز المناعة طيب هولي كلهم دراسات بس هولي دراسات منا كلها مية بالمية موافقة عليها اما دراسات شاملة فيه تكون دراسة وحدة فيه تكون دراستان فاذا نحنا هوني شو هو المؤكد بالبروتي المؤكد بالبروتي المؤكد بالبروتي انه هو بيعم بيساعد يعمل ريكوفري للعضل طبعولنا فاذا الاشخاص اللي هنه هم يعملوا ترينينج اذا كان ترينينج بيحمل الاسعال او اذا كان ترينينج اللي هو كارجو ترينينج بس هو كتير قوي العضل عندهم الخلايا العضلية رح تكون عم تتعب نحنا هدفنا انه ما تكون عم تتعب لانه الهدف هو كمي واحد يربي عضل هوني فحتى هي ما تتعب الوي بروتيين بيساعدها ما تتعب بيساعدها توريكوفر هيدا على الاكيد طيب نحنا امتى بدنا ناخد الوي بروتيين بده يتاخذ بخلال ساعة من الرياضة يعني فيه ناس بياخدوه قبل بساعة فيه ناس بعد بساعة بتشوفوا اكتريتكم تاخدوه بعد بساعة لانه هو اجمالا الوي بنحط بحليب اما بالعصير الى اخره فالقبله يمكن شوي فيه ناس بيضيقوا اذا قبل لانه فيه لكود معه سائل مشان هيك بينعطى بعد ولكن هو بينفع بخلال ساعة بس فيه ناس بياخدوه بدل الاكل نعم هلا اذا الانسان عامل مصبوط مع خصائط التغذية قديش هو بحاجة لاياخد بروتينات وعم ياخدون هالبروتينات منو بحاجة لاياخد وي بروتينات من الاكل من الاكل فساعتا منو بحاجة لاياخد وي اذا فيه اشخاص خلصوا الترينيج وما قادرين روحوا عالبيت لاياخدوا هالبروتينات منحنا بخلال ساعة لازم نكون عام ناخد بروتينات وقتا فيهم ساعتا هوني بيكونوا عام ياخدوه بس من وقت لوقت أصدق لا هلأ لنحكي بردون إذا من وقت لوقت أما لا هلأ اللي عم يخده هو عم يخده ستدي يعني سري فإذا هوني هيدا اللي بدي أقوله إنه هل أنتم عم تخدوا ليربي عضلكن دراسات عم تقول إنه هو ما بيربي العضل ولكن بساعد الريكوفري حتى العضل ما يتعب مش إنهيك اللي عم يربي عضلكن بالنتيجة هو الرياضة وتناول الأكل الجيد وبيرجع بيجي عنا الوي بروتين هيدا بيكون عنا سبورت لإلنا حتى العضل ما يتعب هلأ كمان الدراسات بتبين إنه هو يكون كتير سبورت على أول ستة شهر مما الإنسان بلش يعمل الرياضة ولكن من بعدها مبعد كتير بينفع فكمان هون اللي عم تقولي إذا هيك فيه واحد اللي أخدوا ياخدوا سري بس إلا ما لازم يرتاح منه فترة يرجع ياخدوا إذا عم تاخدوا وإذا عم تاخدوا أنتوا بتكون تنتبهوا للتوكسيك لفل طبعوله كمان بدنا ننتبه الأشخاص اللي هن عندهم مشاكل بالكلوي هولي أشخاص على الأكيد ما لازم ياخدوا لأنه ما فينا هالقد نحط تقيل بالبروتين على الكلوي فإذا هوني هالخيار هلأ هل نحنا عم هل هو عم ينعطى أنتوا بتفوتوا على المستشفى وما بتروحوا عند الطبيب بقولكم خدوا وي لا تكونوا عم تصحوا أما يكون عم مقويكم من يعني للإميونيتي للمناعة طبعولكم بعد هايدي ما عم ينشغل فيها هل هو عم نعطيه ليوتى الكوليستيرول في دراسات بس لأنه ما لنا سيبت مية بالمية مش عم ينعطى بهالطريقة الوي بروتين أنا برجع بقول المين هو اللي عم ياخده اللي ما عم يقدر يأكل كمية البروتين الكافية بنهاره اللي ما عنده وقت يحضر اللي ما عنده الميز حد ما بعرف لعدة أسباب اللي بعجقه ما النوع عم يروح على البيت فإذا هيدا الشخص هو فيه ينتبه لأي نوع بروتين وياخده الوي بروتين هلا من هون كمان شخصي بدي أقولها كتير مهمة أنه في عنا عدة أنواع من الوي بروتين أول شيء قلنا النباتة أما الحيوانة بس ولكن تسمعوا أنه في عنا الوي كونسنتريت وفي عنا الايزوليت وهيدروليزيت الكنسنتريت هو مركز بالبروتين ولكن هيدا بيحتوي كمان دهن وبيحتوي كمان نشويات هوني أنا الكنسنتريت إذا الشخص بده كمان يعبّي حاله وزن عنده وزن ناقص بنعطى الكنسنتريت الايزوليت هو شيلين بروتين لحاله فأنتوا هوني ما بتكونوا عم تاخدوا الدهن وما بتكونوا عم تاخدوا سكة هيدا للشخص اللي هو عم يعمل ريجيم بده يكون عم يضعف وعم يكون عم يعمل عضل بين خلال الرياضة وما بده العضل يتعب هلأ الهيدروليزيت شو الفرق بيناتهم؟ الفرق إنه هو بنقوله بري دايجستد يعني مساعدينه كأنه ليهضم قبل ما نحنا نهضمه بجسمنا فهيدا الجسم بيستعمله أسرع لأنه هو بري دايجستد مهضم قبل وهيدا اللي عنده مشاكل باللاكتوز هو بده ياخده من الحليب يعني الوي من الحليب بيكون أريدي بري دايجستد فما بيعد عنده مشاكل النفخة وإلى آخره ولكن الهيدروليزيت هو أغلى نوع اللي بياخده وي بيعرفه مشان هيك هو كمان ما كتير بيتاخد أنليس حدا إنه مقرر إنه يدفع حقه هالقدي مشان هيك معظم الأشخاص بياخدوا لإيزوليت لأنه معظم الأشخاص اللي بعرفهم بياخدوا وي بروتين هني ما بيكونوا بدون ينصحوا كمان سو بيكون ما فيه الدهيات والسكر من عدا إنه أوقات يمكن عنا الإيزوليت ومقررين بالشركة يزيدوا له سكر ويزيدوا له أخبار سو بليز بليز لنكون عم نقرأ الليبل لنعرف نحنا شو عم ناخد كمان شغلة الوي طبعا نحنا عم ناخده كرميل الأسيد الأمين الكامل وهيدا الوي بروتين سكوب فيها تعطي عشرة حسب نوع الوي من عشرة عشرين جرام من البروتينات وهي كمية عالية أوقات بيوقع يتأكل واحد ما بيقدر يصل له لشان هيك ستيفاني برجع بقول الأشخاص بيكونوا عم ياخدوا الوي بروتين فإذا هو بيحتوي هالقد من البروتينات لأ أنت ضد ولا ضد ولا ما ولا ضد بالأخير أنا بقول أنه في ناس بتحتاجه بده واحد يعرف هل أنا محتاجه أما لأ أنا بقول أنه فينا نستغني عنه إيه وأنا بقول لهم للأشخاص أنتوا عم تاخدوا كرميل الريكوفري مش كرميل هو يعملكون عضر أنت كيف تصفي أو ما تصفي أنا ما بيجي شخصه بوصفه بس إذا شخص يجعوا عم ياخدوا أنا بتحدث معه لأعرف إذا بوافق أما لا ففي أشخاص بوافق أنه يكونوا عم ياخدوا وفي أشخاص بنصحوا أنه يكونوا عم يوقفوا كنا عم شوف شو هو اللي هني عم ياخدوا ساعتها كمان بنقرر إذا اللي عم ياخدوا هو مظبوط أما لا بس أنا إذا بتجي لعندي ما رح أقول لك أخدي وي بروتين رح أقول لك كيف بديكتوني عم تاكل طريقة مظبوطة مظبوطة لتكوني عم تاخد الكمية اللي أنت بتخديها مثل ما كنا عم تاخد وي بروتين بس كرميل السبور بالسبور مظبوط وما بوصفوا لأشياء تانية حتى في عنا شي اللي هو مثل الواي ولكن أنا وقتا أحكي على الأشخاص اللي بدون يزيدوا بالوزن اللي بدون يزيدوا بالوزن فيهم ياخدوا الواي ولكن كمان في أشياء بتقدر تزيد بالوزن اللي هي أنواع تانية تحتوي على البروتينات الدهنيات السكاكر اللي هي كمان الإنسان بحاجة لقلها وبعدين برجع بعض الخيار للأشخاص Thank you, Randa, على المعلومات Have a nice weekend Thank you مشاهدينا وقفة وبتكونوا مع kids and fun